يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد لمواجهة نظره الجزائري غدا في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره التونسية بنتيجة 3025 في نصف أنهائي فيما تخطط الجزائر منتخب كابوفيردي بنتيجة 3226 بطموح التتويج باللقب القاري دخل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بطولة كاسي الأمم الإفريقية التي تصطيفها مصر في الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير المنتخب الوطني لكرة اليد حامل اللقب القاري من بين المنتخبات الأفضل عالميا في اللعبة ويقدم دوما أداء متميزا يسعد به الجماهير وفي البطولة القارية كان عند حسن الظن ولم يتبق له سوى الخطوة الأخيرة لحصد اللقب التاسع في تاريخه والاقتراب أكثر من تونس صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب وضمان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 في مباراة نصف النهائي القوية أمام تونس فاز المنتخب الوطني بنتيجة 3025 وخلال اللقاء قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية ونجح في السيطرة عليها على مدار شوطيها في ظل تألق عدد كبير من لاعبيه وعلى رأسهم محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع وعالي زين وبدوره فاز منتخب الجزائر على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3226 في مباراة دور نصف النهائي الأخرى ليتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ عام 2014 وليضرب موعدا قويا مع منتخب مصر في نهائي مرتقب المنتخب الوطني وبمجرد تأهله إلى الدور نصف النهائي حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2025 التي ستقام في الدنمارك وكرواتيا والنرويج وذلك إلى جوار منتخبات الجزائر وتونس وكاب فيردي بالإضافة إلى منتخب صاحب المركز الخامس في البطولة القارية